السلام عليكم ورحمة الله مواصلين حديثنا عن عمليات الفصل ونتكلم الآن عن التقانات المختلفة التي تستخدم في عمليات الفصل تنقسم هذه التقانات إلى خمس أنواع وهي الأنواع الأساسية في عمليات الفصل هذه الأنواع هي الفصل بواسطة الفيز كرياشن الفصل بواسطة الام اس اي الفصل بواسطة الباريير بواسطة الصوليد ايجنت وبواسطة الفورس فيلد أو فيلد أو فورس جريديد النوع الأول الفصل بواسطة الفيز كرياشن تتم عملية الفصل بواسطة خلق فيز جديد فمثلا يكون لدينا الفيد عبارة عن ليكويد نعرض هذا الأسائل إلى ظروف معينة certain conditions نتحصل على two separate phases فمثلا نتحصل على vapor ونتحصل على liquid هذا ال vapor الذي تحصلنا عليه هو عبارة عن وسط جديد ما كان موجود في الفيد عملية الفصل تتم بهذه الطريقة يمكن أن نتحصل على phase آخر مثلا نتحصل على liquid في الأعلى ونتحصل على solid في الأسفل كما في عمليات الكريستاليزيشن فالphase الذي يخلق في هذه الحالة هو solid هذه التقانة الأولى لعمليات الفصل هناك نوع آخر وهو الفصل بواسطة MSA أي Mass Separating Agent وتستخدم هذه التقانات بإضافة مركب مثلا solvent يكون له الفة معينة لأحد مكونات الفيد فيؤدي إلى سحب هذا المكون من هذا المسار والحصول على product to different products تختلف في خصائصها الفيزيائية والكيميائية مثال لهذا النوع من التقانات نوع الثالث هو الفصل بواسطة البارير وهو الحاجز من أشهر الأمثلة لهذا النوع عملية الفصل بواسطة الترشيح وتتم عملية الفصل اعتمادا على الاختلاف في الخصائص الفيزيائية الصايز لمكونات الفيد فنتحصل على المرشحات السائل الخالي من المواد الصالبة في الأعلى ويتبقى لدينا الصل في الأسفل النوع الرابع من عمليات الفصل الفصل بواسطة solid agent يكون لدينا في هذه الحالة مواد أو مركبات صالبة مثل charcol يتمتاز هذه المركبات بأنه لها خاصية امتزاز absorption لأحد مكونات الفيد فتعمل على فصل هذا المكون من المسار وهناك عدة أمثلة لهذا النوع من الطبيقات يمكن لدارسين التوسع في هذه النقاط بالرجوع إلى المرجع الأول كولسون الثاني كولسون وكذلك سيدار عن هيدلي النوع الأخير هو الفصل بواسطة force gradient ومثال لذلك السايكلون 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 اللي هي عبارة عن أقماع تدور فيها المواد بسرعة تؤدي هذه السرعة إلى فصل المواد الصلبة في الأسفل بينما نتحصل في الأعلى على الجازيس هذه تقانات مختلفة لعمليات الفصل ولها عدة أمثلة نتطرق لها بتفاصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله